مفاجأة سعودية أخرى بتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمليون برميل يومياً في إبريل فيما قرر تحالف أوبيك بلاس إبقاء التخفيضات السابقة على حالها مع منح استثناء لروسيا وكازاخستان لزيادة الإنتاج ب150 ألف برميل اعتباراً من مطلع إبريل القرار السعودي وصفه وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بأنه ترجمة عملية لمواقف المملكة الداعية إلى استمرار الحذر واليقظة في ظل استمرار حالة عدم اليقين حالة عدم اليقين بشأن خطة تعافي لم تنحسر بعد ولذلك أود مرة أخرى أن أحث على توخي الحذر واليقظة لقد اخترنا اتباع نهجاً دقيقاً واستباقياً أثبت نجاحه قبل أن نأخذ خطوتنا التالية يجب أن نتأكد من أن البريق الذي نراه في المستقبل وليس هو مجرد مصباح أمامياً لقطار سريع قادم الخفض السعودي الإضافي منذ مطلع فبراير كان له الأثر الأكبر في التحسن الذي طرأ على أسواق النفط مؤخراً والذي توج بوصول الأسعار إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً أما روسيا فحرصت على التأكيد على استمرارها في منظومة الالتزام بخفض الإنتاج على الرغم من طلب الاستثناء ندرك أنه كانت هناك مراجعات عديدة من قبل وكالات الأبحاث في شأن العرض والطلب لذلك نحن نبقي كل ذلك في أذهاننا عندما نتخذ القرار في شأن ما يجب القيام به للحفاظ على استقرار الأسواق وأود أن أؤكد نعمي لسموه الأمير عبد العزيز بن سلمان فيما قاله حول ضرورة الالتزام بالتخفضات الطوعية التي تحمل توقيعتنا وتحقيق نسبة التزام كاملة بما نتعهد به دول أوبيك بلوس أكدت في بيانها أن قرارات خفض الإنتاج سحبت من المعروض مليارين وثلاثمائة مليون برميل منذ إبريل 2020 ما ساهم في توازن السوق النفطية ترجمة نانسي قنقر